موسيقى لو كان عندك مقطع فيديو طويل وحبيت فقط تاخذ منه جزء معين مجرد انك تروح لبداية الفيديو وتسحبها للجزء اني انت تبغاه والى النهاية وتسحبها بالشكل هذا وبكذا راح يتبقى عندك المقطع من الفيديو اللي انت حاب تقصه لو حبيت انك تقص مقطع فيديو الى مقاطع صغيرة مجرد انك تروح لبداية المؤشر هنا تضغط سبليت كليب وبعد يتحرك المؤشر للجزء الانتحاب تقطع منه وتضغط سبليت كليب مرة ثانية وبكذا انقطع عندك مقطع الفيديو وممكن انك تشيل لجزايا اللي ما ترغب فيها بالضغط على زر الحد في طريقة ثالثة انك تختار مقطع الفيديو وبعد ما يضل بلون الاصفر وتروح الويندو وتقول لشو كليب تريمر الان بامكانك انك تحدد بداية ونهاية الجزء الانتحاب تقطع وايضا بامكانك تحريك الجزء الانتحاب تقطعه وهذه مهمة اذا حبيت انك تخلي الصوت يناسب مقطع الفيديو اللي انت قاعد تسجله بعد ما تعمل عملية القطع تضغط على علامة الاكس هنا وبكذا انقطع معك الفيديو لو حبيت انك برضو تتراجع عن الشيء اللي انت سويته ممكن انك تحرك الفيديو بدايته او من نهايته وبكذا ممكن انك تزيد الجزء اللي انت قطعته طريقة الرابعة انك بعد ما تختار مقطع الفيديو تضلل باللون الاصفر مجرد انك تروح الموديفاي وتقول لها trim to playhead او الخيار option slash فالان مجرد انك تروح عند الجزء اللي انت تبغاه تضغط على option slash وبكذا راح ينقطع معك مقطع الفيديو هذا اللي انا حبيت ان اضحى اليوم عن اربع طرق مختلفة لقص وقطع مقاطع الفيديو باستخدام برنامج الاي موفي لو كان في عندكم اي سؤال او استفسار يلا تسلون على الحسابي في تويتر وايضا لو كان في عندكم اشياء او طلب شروحات يلا تكتبونها لي وان شاء الله اعودكم نهاية كل اسبوع راح اجاوب او راح اشرح بعض الاستفسارات اللي توصلني يعطيكم الفعافية لا تنسوا الاشتراك بالقناة لا تنسوا متابعتين على انستغرام وتويتر نشوفكم مع فيديو جديد اشتركوا في القناة